اما هلأ سلمة من انساء الله فقرتنا تالية اينما توجهت مع من يمكن تحدثت تجد ان الموضوع الاكثر شيوعا في وقتنا هذا وإلا وبتنسب معظم الامراض الظاهرة مننا الباطن فوق وإلى دراسات طبية انه الاشخاص المعرضون للتوتر المستمر هم معرضون بشكل اكبر للاصابة بالاكتئاب اكيد نور بمعدل يزيد على ستة اضعاف من الاشخاص العاديين كما يؤثر التوتر على القلب بشكل سلبي من خلال العديد من الطرق مثل زيادة معدل ضربات القلب وزيادة كميات الدم التي يتم ضخم ما يزيد من العباء على القلب اليوم رح نتعرف سوا مشاهدينا على الاصباب يلي ممكن انه تؤدي الى التوتر وشو السبيل لتخلص من الضغط النفسي اليومي مع الاختصاصية بعلم النفس ضيفتنا سلام القاسم يسعد صباحك صباح الخير يسعد صباحك يا رب وعام مجيد وكل عام وانتو بخير والشعب السوري بألف خير بمناسبة عياد الميلاد اكيد بالبداية خلينا نعرف التوتر للناس او فينا نقول الضغط النفسي لانه هلأ اي حدا بتسأليه بتقول له مثلا شو بك متوتر متضغوط نفسيا يعني بأعتقد فيه اختلاف بالمفردات نممكن نحن ما بنقدر نعبر صح عن هيدا الشيء هلأ الضغط النفسي هو عندنا كتير منتشر بالوقت الحالي هو دائما موجود عند الانسان بس لكن الظروف الخارجية والظروف المحيطة بالانسان بتزيد من عوامل الضغط النفسي وان شاء الله هاليوم الماطر هاد بيساعد بغسل وتخفيف التوتر والقلق الموجود عند الناس هلأ الضغط النفسي له اكتر من تعريف هلأ فينا نحن نعتمد مثلا تعريف العالم النفس هانز سيلي يلي بيقول انه الضغط النفسي هو عبارة عن الطاقة او القوة اللا ارادية يلي بيقوم فيها الجسم استنادا لطاقة هي انفعالية جسدية نفسية لمقاومة اي تأثير خارجي او اي ضغط او قوة خارجية كمان فينا نعتمد تعريف تاني لا ماكو هو عالم امريكي مشهور كمان عالم نفس بيقول فيه انه هو ضعف التوازن ما بين الطاقة النفسية والجسدية اما بالعموم فالضغط النفسي نحن فينا نعرفه انه هو اضطراب هو اضطراب نفسي يأتي بعض القلق والمخاوف المرضية المنتشرة هو هذا الاضطراب بيتواجد عنده كثير من الناس بيكون نتيجة مؤسر خارجي نتيجة حدث حصلة فجأة عند الانسان او نتيجة شيء كان عنده بالماضي او انه ما عنده القدرة انه يخطط لشيء بالمستقبل فهذا الشيء هذا بنتشر بكسره وبيأدي الى وجود هذا الضغط والتوتر عند الانسان هو طبعا يعني ما انه موجود مثلا انه عند فئة معينة فقط هو ممكن يتناول جميع فئات المجتمع شباب واناس طبعا هو بينتشر اكتر عند السيدات نتيجة انه عندهم ضغط الحياة اكتر وعندهم متطلبات الحياة بالنسبة لانه اكتر مسؤوليات يمكن كمان مسؤولياتهم اكتر يعني ما بين العمال ومتطلبات الاسرة والمنزل والزوج فهذا بيعمل لهم ستريس اكتر من الرجال طيب خلينا نحكي شوي اليوم حكينا عن اسباب التوتر بشكل عام وحكينا بمقدمة الفقرة بعض الدراسات الطبية اللي قالت مدى تأثير التوتر وعلى شخصية مو بس على الشخصية ايضا بسبب امراض اليوم قديش ممكن هاي الحالة النفسية تأدي الامراض ان كان بالقلب مثل ما شفنا وان كان بأعضاء تانية برجسن خلينا نحكي عنا بشكل مفصل اكتر هلا كتير من الناس هلا تسمعي بيقلولك انه الامراض منتشرة ما في غير رايحين على الأطباء وبيعملوا فحوصات وتحاليل وإلى آخره بيطلع ما في سبب عضوي لهالمرض اللي موجود عندهم فطبعا بيرجح هون الطبيب بيقله مشكلتك نفسية هون لازم يراجع الطبيب النفسي بس نحنا دائما عنا مشكلة بمراجعة الطبيب النفسي لمعتقدات اجتماعية خاطئة طبعا الامراض اللي ممكن كتير تنتشير عندك ضغط توتر شرياني ارتفاع الضغط عندك بصير تسرع بالقلب نبضات القلب عندك كما ممكن تساقط الشعر كتير من الصبايا هلا منتشرة بالوقت الحالي انا لاحظت عندي كتير ما بين العشرين وثلاثين سنة في بداية صلع عم بيصير لما بيبحثوا عم بيكون ما في اسباب عضوية يعني فهون بيكون السبب نفسي لانه بيصير مشاكل معينة جلدية بتأدي لتساقط شعر الرأس كمان عنا نحنا حب الشباب يلي بيكون متواجد عند الفئة اليافعين بمرحلة البلوغ كمان يرجح كتير انه السبب له هو سبب نفسي نتيجة تغيير الهرمونات والانتقال من مرحلة الى مرحلة هاي كمان بتعمل شي من الضغط النفسي عند المراهق فتظهر عن طريق البسور او ما يسمى بحب الشباب كمان عنا نحنا من الامراض الام المعدة يعني الدراسات أثبتت انه هاي ممكن ان الامراض الشائعة او الامراض الاكثر شيوعا اليوم بتلاقي فعلا بيتعرض للضغط نفسي او مشاكل اجتماعية او عائلية بتلاقي دايما بيعاني مشكلة من معدته بتأثر على يمكن حالته الجسدية على خلال الوقت فينا نقول تماما قرحة الاثنى عشرية هي سبب نفسي 75% رجحوا امراض المعدة الى سبب نفسي هو الضغط والتوتر اللي عم بعيشه الانسان كمان عندك ان المشاكل الام الرقبة مثلا الام الظهر كمان عم بيكون هو سبب نفسي بحت حتى جيوب كمان عم بيكون سبب نفسي بيكون سضاع في كمان السضاع كمان الاسبام الرقبة نفسية تماما ضغط النفسي له كتير اثار يعني احنا مثل ما ذكرنا ما ذكرت بالبداية انه بيصير سوء توافق ما بين الصحة النفسية والجسدية هالسوء التوازن هذا بينعكس بشو بهالالام هاي بس هاي كمان فيها حكمة ربانية يعني نحنا فالقضية هي بتصير انه الانسان عنده ضمن الدماغه بتم لما بيتعرض لأي ضغط خارجي هذا بيؤدي انه عندنا بيصير بالدماغ افراز مادتين هنا الادرينالين والكورتيزول الادرينالين هو يظهر باعراض فبيصير عندنا الاصفرار الرجفان والاسهال هاي الاعراض هي مفيدة لحتى ما تأثر على الانسان اما الكورتيزول فبيكون هو افرازه ليعالج التهاب معين ممكن يكون ولكن الخطورة لما بيصير هالضغط النفسي كتير كبير وما بيتحملوا الانسان فبصير افراز الكورتيزول بكميات كتير كبيرة هالافراز هون فما بيحسن يخفف الالتهاب فبيظهر شو بامرات جسدية بس نحنا اذا الضغط النفسي هو نوعين في عنا ضغط نفسي بسيط عادي هو الضغط اليومي اللي نحنا منمر فيه كل ياتنا ضغطات العمل ضغطات الاسرة الحياة اليومية فهذا يومي ممكن يتعالج ببساطة هلأ بنحكي بعلاجه اما الضغط نفسي الحاد فهون طبعا بيصير بحاجة الى طبيب نفسي بحاجة الى علاج خوفا من انه يتطور لمرحلة اخرى ويصير اكتئاب نعم يعني بما انه حكيتي عن العلاج قبل ما نروح للعلاج نحنا رح نكمل مع حضرتك وطريق السليم اكيد لتخلص من التوتر رح نتابع معك مادة عن مجموعة من الطرق اللي هي ممكن تكون وتساعد الناس بالتخلص من التوتر ونرجع لنكفي حديثنا وناخد رأيك اكيد بالمعلومات نمط الحياة المعصر والضغوط التي نمر بها ونماذج مختلفة من الاشخاص الذين يختلفون عن اسلوب تفكيرنا وحياتنا مؤشرة مختلفة والمشكلة واحدة التوتر مرض العصر اليكم طرق بسيطة للتخفيف من التوتر مستمرين الرياضية واليوغا تقلل من مستوى هرمونات التوتر في الجسم على المدى الطويل مثل الكورتزول التساعد في اطلاق الاندروفين الذي يحسن المزاج ويمنع الارق ويعمل كمسكن طبيعي للألم احماض اوميغا ثري الدهنية اثادت دراسات عدة ان الطلاب الذين يتناولون مكملات اوميغا ثري تقل لديهم اعراض القلق بنسبة عشرين بالمئة مقارنة مع غيرهم اما الشاي الاخضر يحتوي على العديد من مضادات الاكسادة من مادة البوليثونو الذي يمنح بدوره فوائد صحية عديدة منها التقليل من مستوى التوتر والقلق عن طريق زيادة مستويات السيترونين كما اظهرت دراسات عدة ان استخدام الزيوت والروائح المنعشة ومستخلصات البرتقال العطرية والبخور قد يقلل من شعورك بالتوتر والقلق تجنب الكافيين الكافيين هو منبه موجود في القهوة والشاي والشوكولات ومشروبات الطاقة الجرعات العالية منه قد تزيد من نسبة القلق مضغ العلكة الاشخاص الذين يمضغون العلكة يزداد شعورهم بالراحة النفسية وتعزز تدفق الدم الى الدماغ كما ان قضاء الوقت مع الاصدقاء والعائلة والاطفال يساعد في تحرير هرمون الاكستوسين الذي يعتبر مسكن طبيعي للألم والاجهاد وثامن الطرق هي الضحك يساهم الضحك في زيادة تدفق الاكسجين الى الجسم والاعضاء وتحسين نظام المناعة والمزاج هي طرق قد تكون عتبى لبداية حالة مزاجية افضل والمعلومة الاكيدة مع ضيفنا بستوديو صباح نغير يمكن شفنا عدد من النصائح شو رأيك دكتورة فيها؟ هلأ انا عجبني اكتر شي انه لازم نضحك كتير ونقضي وقت مع العائلة بعتقد فعلا هاي القصص تعطيك اي حالة نفسية جيدة وسلام داخلي تماما هلأ التقرير طبعا كتير ممتاز وهو كله شي واقعي ونحنا منتبعه كطرق لعلاج الضغط والتوتر النفسي هلأ حكوا عن المشروبات المشروبات هاي مفيدة الساخنة كلها مثلا لانه بتهدي الاعصاب لانه انت عندك اللي كمان بيساعد بالتوتر هلأ التوتر اللي عندك الكافيين هم يعني اللي عندك خفل في لنا هذا المشكلة اما الشاي الأخضر او اليانسون وزهورات الى اخرى لا هي هي مهدئة للأعصاب اما الكافيين اللي موجود بالقهوة والكاكاو الى اخرى هذا كمان انه ممكن يعمل ستريس عند الانسان فهو طبعا من بعده نحنا في علاج الضغط والتوتر النفسي ونخفف منه لانه هو كمان بيساعد بزيادة الضغط النفسي هلأ كمان عنا نحنا هو الضحك رقم واحد والابتسامي حتى انه تبسم في وجه الابتسامي في وجه اخيك صدقة يعني هي بالاساس يعني محكي عليها فنحنا بيبقى عنا شي تاني كمان بدي احكي فيه انا غير التقرير يلي نحكى هلأ في عنا شي انه لحتى نخفف التوتر في عندك المسبحة هلأ المسبحة هي كتير مفيدة بتخفيف التوتر يعني هلأ حاليا صار في عوضا عنا المسبحة الالكترونية فهي بتساعد انه انت كمان فيك تخيصي تنفسك يعني يقدي وفيه هلأ كمان هدول الساعات الجديدة الالكترونية تبع ابل وهيك كمان هي بتقس سرعة النبض ودقات القلب وإلى آخرية ممكن هذا كله يساعد في تخفيف التوتر هلأ فيه كمان شي شائع هو عم بيكون غلط كمان شفت عند ناس كتير بيشتروا هاي مثل المشط هيك اللي بيحطوه على الراس انه بيخفف هلأ طبعا هاي مجرد تسويق وترويج لبضاعة معينة هي ما له اي تأثير شتري مشط وصرح شعراتك بيكون بيعطيك ردة فعل ايجابية اكتر هلأ بالمقابل نحن عنا انه لنخفف من التوتر والضغط النفسي هلأ الأصدقاء كتير حلوين وكتير مهم لأنه هنه دائما بنحكي فيها المرحلة الثالثة من هرم الحاجات للإنسان لحتى يتم تحقيق الذات فهو الدرجة الثالثة الأصدقاء ما رح نحكي فيها بس في شي كتير مهم هو انه الخروج لما بتحسي بيضغط وبتوتر انه تروحي لمساحة يعني مكان هادئ مكان جميل بهالمكان هاد نحنا بنسمع شي من حبه مثلا بجوز تكون يتحبي القرآن تسمعي القرآن جوز تحبي فيروز تحبي الموسيقى تسمعي الشي اللي بتحبيه لأنه هون نحنا بيكون مرجعنا للماضي لأنه الماضي نحنا بحياة الإنسان كمان كتير بيعمل ضغط وتوتر نحنا شو بنعمل بنعمل إدراك الماضي في الواقع يعني شلون يعني أنه أنا الشي اللي بدايئني كان بالماضي بحوله لشي إيجابي في الحاضر فبقول أنه أنا بحسن أعمل هالشي هذا أنا بحسن أطلع للمكان الفلاني أنا بحسن أشرب هالشغلة بعمل الشي اللي بحبه واللي كان عندي موجود قبل ما صار عندي هالحالة الضغط ممكن حالة الضغط مثلا صارت هلأ نحنا عنا كسوريين ممكن تكون صارت خلال فترة الحرب على سوريا والأزمة اللي عم نعيشها وحتى بيجوز بالوقت الحالي الأزمة الاقتصادية اللي عم تمر فيها البلد كمان هذا بيعمل ضغط وتوتر حصنتنا شوي مبينة طبعا بس هون بترجعي أنت لقبل نرجع نحنا لقبل مثلا أنه أنا شو الشي اللي كان يسعدني قبل عشر سنوات طيب بتبعه بمكان مريح سمحتي ولو أني قاطعتك شوي يعني اليوم نحنا عم نحكي بالعموم شو ممكن الشخص يعمل لحتى يرتاح ويروح التوتر أنا حاليا بموقف يعني أنا صار معي طاطش معين أو حادث معين خلاني ادايا توتر خليني هيك قول واحد نين ثلاثة هدول بساويون مشان ما تتفاقم معي المشكلة أو تتحول من توتر لا مشكلة مع أي حدا شو ما كان يكون بالشغل بالبيت بالحياة موقف تعرضت له سيء ولو نصيحة زيء تماما هلأ نحنا الشي اللي عم نحكي فيه كنا أنه أحيانا بجوز أنا ما فيني أعمل تمارين الاسترخاء وأنا موجودة مثلا هلأ وصار معي ضغط معين من موقف معين أول شي قدامي خيارات أما أني اتقبل بتقبل الموقف اللي صار بصير عندي يعانا تماما بصير الشخص اللي بيكون مع الصيب أو بيكون بموقف متوتر ما بيتقبل شيء بنعمل تغيير للشي اللي صار بيكون بي أنك أنت تعبري عن الشي الحدث اللي صار هلأ مثلا في من أساليب اللي بتصير كتير عند الناس لما بيصير في موقف جارح بمكان ما ممكن في ناس بيكون ردة فعلها هي البكاء نفس اللحظة بيصير البكاء هو أحد أساليب التفريغ ومعالجة الضغط النفسي هو يعني نحن نسميه صمام الأمان بالنسبة للقلب عندما تكثر الضغوطات مشان ما ينجلت وصير موقف أمراض فهو نوع من ممكن علاج يكون عند بعض الأشخاص مغلط أنك تبكي هو شي جيد يعني لأنه أحسن ما ينعكس عليك ممكن نحن كمان بنفس اللحظة أنه ممكن أنت مثلا أنه المسكة المسكة لما حكوها هي بتخفف من الضغط والتوتر ليش بتخفف من الضغط لأنه من أحد الأساليب اللي منوصي فيها نحن كمان أنه ما يتم شد على الأسنان يعني ممكن عملية أنه ترغي الفك إذا ما في علكة لازم نعمل استرخاء يعني ما تحكي تهدي شوي لتسمعي مظبوط فالإنسان هي الشغلة عملية برمجة يعني نحن منبرمج عاداتنا وسلوكياتنا لحتى تكون أنه صح ونتقبل أي موقف ممكن نتعرج إليه كمان في شغلة كتير مهمة يعني أنه عادة الضغط النفسي مثل ما بيقول باولو بيقول أنه هو نتيجة محاولة رضاء الآخرين تماما يعني نحن ما لازم دائما كمان نقعد هلأ صار موقف معين أنا كمان إذا ما حسنت جاملك مثل ما قلتي وهي لا ممكن أنا أحكي وعبر عن نفسي هلأ دائما في شيء اسمه بيقول لأنا أنت لازم تحكي يعني وتحقي إذاتك دائما بقول لأنا وهي ما لا علاقة بالأنانية هلأ أنانية هي أنا ونية يعني النية موجودة أنه تخلي الزات تنزل للهوة للذات السفلة فهون مختلفة تماما نحن أنه صار موقف معين حكي وعبري عن الشيء اللي أنت بدك يا هي بترجع لأنماط الشخصية بشخصيات هي من قصة إرضاء الآخرين ما هي يمكن مسايرة الآخرين لحتى الشخص ما ينجرح أو يددايا وكمان نوع من تحصين بترجع لنمط شخصية لنوع شخصية بترجع كمان لتحصين النفس يمكن كتير من النصائح حاولنا خلال هالفترة الأصيرة نوجهها لكتير من الناس قدش فينا فعلا نتجاوز الضغوطات النفسية يمكن اللي بتواجهنا يوميا وبعتقد الظروف القاسية اللي مرينا فيها في سوريا ما عد في شيء مستاهل يمكن نددايا أو نزعل عليه قد هو فقدان العزيز هذا اللي ممكن يقالمك أكتر هذا من أحد أسباب الضغط النفسي وأهم حدث من أسباب الضغط النفسي هو فقدان عزيز وغالي كمان هون ميشان ما نوصر بيكون بتجيكي مرحلة الصدمة وكرم مع بعض الصدمة كمان هذا فيه منشتغل عليه نحنا وكتش فيه له معايير ومقاييس منستند ونعتمد علينا مرح ندخل فيه لأنه موضيع الحالي حالات متعددة حكينا معها إن شاء الله يا رب يكون كل اللي تابع الفقر استفاد مننا نشكر وجودك معنا سلام القاسم الأقتصاصي النفسية شكراً كتير إليك شكراً لألكون والابتسامة هي مفتاح القلوب وكل عام وأنتو بخير وعاد مجيدين عاد على سوريا الحبيبة وعلى الشعب السوري شكراً كتير إليك سلام قاسم على وجودك معنا ومثل ما قالت سلمة بختام فقرتنا اليوم نتمنى ما حدا أبداً يتعرض لضغط نفسي ما في شيء مستاهد سأخلي الابتسامة دائماً مرسومة على وجودك